عبرانيين 12 بتكلم على عوائق الصعود إلى جبل الرب عوائق رؤية الرب اللي موجود بيخليني مش قادر أقابل ربنا مش قادر أستمتع بحضور ربنا مش قادر يبقى عندي أشواء روحية للصعود إلى الجبل ومقابلة الرب بتكلم على جزء على بعض قال كده كم كلمة قال علامات المرض أو علامات اللي بتمنعك إنك تطلع إلى جبل الرب واتقابل الرب بيقول كده قال كم كلمة عدي عليهم بسرعة لأن ده مش موضوع العزاء قال لهم لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم في ناس عندها كلل وخوار روحي مش قادرة خلاص قابل ربنا وعد أصلي بقى وأقوم الصبح وأقرأ الكتاب وأعد بقى كده أتفرس في جماله وبعدين يمكن أشوفه ويمكن ما شوفوش زهقت فقط حرارة طلب لوجه الرب ما عنديش أنا عايزك النهاردة تعرف نفسك مش قادر تطلع الجبل لو عندك العلامات دي لو عندك العلامات دي اعرف إنك عندك أعاقة لمقابلة الرب وهنقول إيه اللي مسبب الأعراض ديا وهنقول إيه الحل إن عندك كلل أنا كليت الحياة مع الله أنا كل مرة بدخل أصلي مش بشوف استجابة أنا كل مرة بقابل ربنا بش عاجب تتغير الأحداث زي ما هي والأيام زي ما هي ومبارح زي النهاردة كليت ومليت هذه العلاقة أو عندي خوار ضعف خارط قواية ما عنديش قدرة أقرأ ما عنديش قدرة أصلي ما عنديش قدرة أقف ومحضر الله بالصاعات ما عنديش قدرة أصوم وانتظر الرب ما عنديش أنا عندي خوار ما عرفش وأنت بتسمع اسمح للروح القدس كده ينبر ويشاور أنت عندك كلل ولا عندك خوار بس بعد كده في النص الأصحاح بيقول إيه بيقول قوموا الأيادي المسترخية حتى الخدمة اللي كنت بخدمها مش قادر أعملها تاني عارفين الإيدة المشدودة وبعدين الإيدة المسترخية فقدت كل قدرة على أي شيء على أي عمل خلاص لا قادر أخدم ولا قادر أروح ولا قادر أصلي خلاص الركب المخلعة فين الخباء الخوف الخوف أنا هيش في خوف أنا هيش في خوف دي علامات أمراض روحية خطيرة الكلل والخوار فقدان القدرة والطاقة على عمل الله والخوف أمراض مرعبة سمتمس علامات لأمراض مرعبة لكن بيقول كمان لكي لا يعتسف الأعرج بليوشيو فين من الأعرج فين قال إلي يا إلي شاب إلى متى تعرجون بين إن كان الله فعبدوه وأن كان البعض في ناس عايزة ربنا بكل قلبها بتحب ربنا بكل قلبها عايزة تمشي في طريق ربنا بس بتحب العالم وعايزة تمشي في طريق العالم في نفس الوقت عايزة العالم وفي نفس الوقت عايزة ربنا دي علامات بتقول إنك مش فوق على الجبل لو عندك كلل لو عندك خوار لو عندك خوف لو عندك بتعرج بين الفرقتين دي علامات انك مش فوق الجبل انك ما قابلتش ربنا اني لسه ما طلعتش الجبل وبصيت وقابلته انت تحت وطول ما انت تحت عندك هذه العلامات او هذه الاعراض كلل خوار ضعف خوف عرج بين الفرقتين قضية ديا مش هي القضية دي علامات لمرض جوانا والمرض دوا بيمنعني ان انا اطلع الى جبل الرب المرض ده بيشلني ان ادخل الى محضر الله في الجزء اللي قرأته معاكم بيقول لنطرح كل سقل والخطية المحيطة بنا بسهولة في حاجتين هنا بيخلوك ما تقدرش تدخل لبحضر ربنا في حاجتين بيخلوك لما حتى تدخل لبحضر ربنا ما بتشوفش ربنا ومش بتقابل ربنا اول حاجة منهم الاسقال بيقول لنطرح كل ثقل فيه ناس بتدخل محبر ربنا عايزة تقابل ربنا بس وهي عايزة تقابل ربنا عينيها مش على ربنا عينيها على التقل على الهم على المشكلة على القضية على المرض على الاحتياج على الازمة على الكلمات السلبية اللي سمعتها على المرارة اللي جواها على المشاعر الغلط اللي جواها جواها تقل مش قادرة تبص على ربنا بتبص على الازمة بتبص على التقل بتبص على الهم فمش هتشوف ربنا شكرا